أشهر الكرام أحدثكم عن الدنيا التي شغفت قلوبنا فأصبحنا من أجلها نتزاور ونتحاب ونتقاطع أشغلتنا في كل شؤوننا حتى في مناماتنا ما أجمل أن نعرف حقيقتها لنحسن التعامل معها هذه الدنيا هل هي باقية أو فانية؟ هل تعلم أخي الكريم أنك محكوم عليك بالإعدام مع تأجيل التنفيذ عندما كنا في أرحام أمهاتنا كتبت أعمارنا إذن فنحن لن نتقدم عن جأجلنا ولن نتأخر فهو محدد فإذن هل هذا نعيم يستحق أن نتعب من أجله؟ يجب أن نعطيها حجمها استمتع فيها إنكح ما طاب لك من النساء كما قال الله امشوا في مناكبها كروا من رزقه اشتر كل شيء اعمل كل شيء لكن انتبه من لذات ستكون وبال عليك يوم القيامة لأن نحن ننسى لكن كل شيء مكتوب عند ربي لا ينسى أبدا الدنيا هذه الأصل فيها الكبت والمشقة إذن أنت محتاج لعون الله عز وجل فإذن أنا أوصيك بوصية يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم من كانت الآخرة همه جمع الله شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهرى غناه من يملك الدنيا إلا الله عز وجل ومن كانت الدنيا همه فرق الله شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له سبحان الله هل ترضى أنت أن يكون خصبك هو الله ألا تريد أن يسخر لك الله عز وجل كل أمر عسير إذن احفظ هذا الحديث وبعطيكم قصة وقف رجل مسن في أحد المساجد فقال يا ناس معي بضاعة من يشتريها مني فقالوا ما هي بضاعتك قال معي ألف ناموسة ناموس بعوض من يشتريها مني فاستهتر الناس فيه وسخر من أحد يشتري ناموس فقال سبحان الله أعطيكم ألف بعوضة فتزهدون فيها والله إن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة فأرجوك أعطيها حجمها وعيش للآخرة وليس للدنيا بارك الله فيك